في عزيمة متواصلة تعكس ثبات العراقي على مبدأ تحسين وضعه الاقتصادي طاويا ورقة الماضي التي أثقلت بمشكلات غذتها الظروف السياسية والأمنية وبتوجيه مباشر من رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني لتعزيز أهمية التعاون الدولي في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي يكشف مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية الخطى التي سجلها السوداني في النهوض بالاقتصاد العراقي وصناعة استقرار السوق من خلال التوافق مع المعايير المصرفية الدولية والسعي لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة التي جسدت مرحلة جديدة لرسم معالم المسار الاقتصادي لسنوات مقبلة فبعد أن مر الاقتصاد بنفق للطراب في سنوات سابقة كان الاصطراع الإقليمي وغياب الاستقرار السياسي مؤثر في تقلب سعر صرف الدولار كانت قرارات البنك المركزي التي اتسقت مع إجراءات حكومية فاعلة في انخفاض الطلب على الدولار النقدي والضغط على السوق الموازية دور كبير في إحداث عملية اتزان واضحة في المشهد الاقتصادي مركز الروابط كشف عن أهمية زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن والذي حمل في حقبة الاقتصادية ملفات مهمة عنوانها إيجاد آلية لتحسين وضع البنوك العراقية والعملة وتسوية العقوبات التي فرضت على بعض تلك البنوك الخطوة التي قرأت في الوحدة الاقتصادية بالمركز بأعين الخبراء ترجمة الدورة المحوري الذي قدمه رئيس الوزراء من خلال إرسال الوفد العراقي الذي ضم وزير الخارجية ومحافظة البنك المركزي ومختصين وخبراء خطوة في اتجاه المكاشفة والشفافية مع المسؤولين الأمريكيين والتي أدت لتفاعل حاسم صنع موأمة مع المعايير الدولية المالية يؤكد المختصون أنها ستؤدي لتحقيق استقرار المالي في العراق وتحديدا بقطاعه المصرفي مما يمهد لجذب الاستثمارات الأجنبية كما يعزز النمو الاقتصادي من خلال تحسين العمليات المصرفية وتقديم البنوك خدمة تواكب العالمية وبالتأكيد تؤدي لتحسين قطاع الطاقة من خلال التركيز على مشاريع استثمار الغاز وتقليل اعتماد العراقي على الطاقة المستوردة اشتركوا في القناة